ينعقد في العاصمة الألبانية تيرانا مؤتمر السلام ممكن دائما الذي تنظمه جماعة سان إيجيديو الكاثوليكية ويضم ممثلين عن مختلف الديانات حول العالم لكي يتحاوروا ويعملوا من أجل نشر ثقافة السلام في العالم وقد أرسل البابا فرانسيس إلى المؤتمرين رسالة لفت فيها إلى أن السلام الذي يستمد جزوره من الله ممكن دائما مشددا على وجوب عدم الاستسلام للحروب والعنف لأن المؤمن مدعو إلى نشر السلام عبر التقاليد الدينية المختلفة هذا وقد ألقى باتريارك الكنيسة الكلدانية لويس رفائيل الأول ساكو كلمة في المؤتمر أشار فيها إلى أن العنف الذي يهز العراق وسوريا والشرق الأوسط بأسره يمثل صدمة لبلدان العالم أجمع ولفت